السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بسام عيد رجعنا لكم اليوم من جديد مع تكملة قصة كيف جيت كندا رقم اثنين او بارت 2 زي ما يقولون لا تنسو ان تنسو الاشتراك حق الغنات فعلا نزروا التنبيه وتعطونوا كومنتات والعايكات يلا خلونا نبدأ الحين طيب رجعنا لكم من جديد اليوم برد برد مرة مو طبيعي يعني نص رمضانة الحين وعندنا ثلوج بره وعواصف وحالتنا حالة فاني ما عليش اذا اسمع اذا فيه صوت هوا وازعاج هنا ما اقدر اتحكم فيه يعني طيب اخر المقطع وقفنا عنده كان وين في اول ما نزلنا في فينكوبر وخذنا العافش وقبلت العيال اللي تقبلت معهم في مطار السعودية الحين وين الحين لازم نطلع على السكن حقنا المفروض ان العيلة تجي تستقبلني في المطار تاخذني وتوديني معهم يعني دورنا يعني انا عندي انا الحمد لله ان ابوي يعني الله يطي الصح والعافية قال لي اطبع الوراق واطبع العنوين والدني هذي كلها معك خل معك نسخ سويت كذا انا خلت معي نسخ كثيرة طيب يوم وصلنا عند البوابة فيه ناس ماسكين اللوح تقول لنا يعني ان مكتوب اسمك عليها والمعهد حقك والدنيا هذي كلها وانتو تروح لهم ما لقيت اسمي انا ادور ادور ما شفت اسمي موجود العيال اللي معي تدوروا ومعي ما لقوا اللي لقينا واحد كاتب اسم المعهد رحنا الى احنا كنا ستة الاربعة الاثنين الجدد واثنين القدم اللي جايين مرة ثانية وانا كيف ستة خمسة ما الحساب عندي ضربة ودرا عليش خمسة طيب جلسوا ودورون في الوراق اللي حق المعهد اللي جايين مطار استقبلهم طلاب الجدد اللي لقوا اسمي قالوا اي اسمه موجود معنا عندنا انه بيجي اليوم فانا ما كنت اعرفش السالفة وما ادريش وين اللقاطني اصلا انت عباء تخيلوا يعني ما نمت لحد الحين نهائية ما نمت فالله قالوا لي العيال قالوا لي خلاص احنا بنمشي احنا بناخذ القطار عندنا قطار من داخل المطار يطلع على المدينة قالوا انت اطلع معهم مع الاثنين الجدد وثلاثاتكم ذا المعهد بيوديكم السكن حقهم عندهم باس وفان من هالكلام هذي طيب جمعنا عافش ناخذ شو اللي قالوا لنا يلا مشوا جمعوا كذا كذا طالب ركبنا الفان والله ما انساها فان ابيض كنا مخاطفين نقر ركبنا معهم وكان ليل يعني الوضع يعني كلها معروفة في انكوفر في الامطار امطار على طول الوقت يعني بالبداية تحبها بس تخيل انت يعني جوك تجي من جو يعني مختلف عن جوك امطار وحالتنا حالة وجو كئيب كئيب ما ما قدرت يعني اشرح لكم كيف من الكآبة يعني يضيق الصدر طيب امطار حين ركبنا حلنا الفان بدى يمشي فينا ورايحوا فجأة لو وقف عند بيت وكلموني هو انا ادريش السالف اصلا قالوا العيال جدة اثنين قالوا لي ترى هذا السكن حقك قلت لهم وين السكن حقي أنا شايف صور السكن حقي في المكتب اللي متعاقد مع المفروضة والديني كندا شايف صور البيت، شايف صور العائلة اللي بس كن معهم وعيالهم وبنات يعطونا كل المعلمات كلها طيب نزلت أنا الحين الحارة مظلمة ومطر وتعرف يعني مو مش الجزء منتب كرامة اللي عندي مو بحق مطر يعني مو متعودة على هذه الأجواء فحالات نحالة يعني كلها ماء تحت وصلت كده عندي الباب على آخر الليل دقيت الباب اللي عجيز كده مكشرة في لبنية افتحت لي الباب طلعني كده طلعني كده بنظرات يعني غري مستغربة قاعدة اشتل لها طلعت وراقي كده اشتل لها قل لها ان انا بزعب ان انا بفهمها ان انا ترى طالب انا هنا همت هي يعني انا عارف ان المعهد يجيب لها طلاب ويتقسمون الفلوس دخلتني جلاس كده طالع هذا مو فهو البيت ولا هذه هي العيلة ولا في احد مفلع جيز ونفسيتها هنا ويتكلمني بنفس يعني اقول لكم يعني كانت يعني تعملني مع عملة الخدامة ولا حتى الخدامة ان عاملها كده بعد يعني تعملني باستحقار ومدري كيف يعني فجلست تكلمني يعني كده تكلمني بنفسية طول الوقت وانا اطلعها لما انا بيعارش السالفة ويتصرخ عليها كل اصراخ اخر الليل وانا الحالي وخايف ما ادريش السالفة الحين انا وين مش اللي جيبني هنا واقعد كل شوي طلع لها وراق وقل لها بغا فهمها ان هذا هو السكن حقي انا جيت هنا السكن ذا غلط انت جايبين السكن هذا السكن هذا مش لي وتاخد الوراق مني وتشققهم وكل ما اعطيها ورقة طلع لها كل شوي طلع لها نسخة وتشقها وتشقك فيها وتصرخ علي تقولي كده تأشر لي يعني بعد يعني خلاص يعني ما كنت افهم بس اللي يعني اللي فهمت منها في ذاك الوقت ان انت هنا يعني ما راح تطلع هذا سكنك يعني كنا غصب السالفة عشان بس اخذ الفلوس فما عرفت اسوي انا الحين انا عندي شريحة سعودية ما عندي شي يعني ثاني ما اقدر اتواصل مع احد قلت ما في الشريحة السعودية الحمدلله اني شحنتها قبل لا اجي كندا خلني بدق على هالي اول ما اضبط اموري واريح وبتفاهم مع هالي عشان اني يشفوني المكتب شو وضع اذا شو اللي قلت تطرخ علي قل رح تروش رح تروش شو في امها هذه علي جاي يعني من خط يومين الحين ان الشربات يعني كرامة خلاص يعني مع المطر والمويضات تطلع يا رواح انا كره نفسي او رح تروش او سوي شي ما انا بعارف ويبدأ الفلم قالت لي تطرخ علي كذا كل شي بصراخ رح احط ملابسك هنا وتروش مدري وش شو منها كلام واخذ احطت ملابسي وادخل دورة مياه انتو كرامة وما لحد الحين ما عارف شي ما ادريش السالفة يعني لازم تكون معك علبة موية والدنيا هذي لما في شطفات ولا في الدنيا هذي وشاور علي استارة وانا نظام السعودية خلصي استارة مفتوحة وافك الموية وتروش جلست على الموية الحارة بغريح جسمي تعبان مهلك من كثر اللي هنا بطبع لا اخلى علمكم الحين لان هنا المفروض ان الموية ما تجي على الارضية الحمام تب كرامة حتى في زوالة يعني واشياء هذي الدوسات في دورة المياه لازم تخلى الارضية ناشفة تدخل الشهور لازم تسكر استارة عليك مايا دخلت وتروشت والموية ثم اصلت وميت م المدرات عقارة س swe ser الزليه اللي عندها درّه وكلها مويا صارت وتروج وتطعه وكلت مويا تسمع تش 당اح علت الغرفة et أشعر out lula آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وأنت sö fer ليك بالغرفة وتقعد تصرخ تصرخ علي تعال نظف مدروش يسوي كذا وانا طالعها كذا انا من داخل منغبن بس كنت يعني شلون فراحت يعني يعني زي ما تقولون وحدة بوحدة يعني بردت الحر اللي فيني فالحين جاسة تصرخ علي هي وانا ما انا بيعارش السال فبس طالع كذا بس بعدين فهمت ان توريني ان الماء يعني ما تصر كذا وتقعد تناش الليل كلها جلست يعني تنظف بس قلت خلها تولي انا وانا لحد الحين يمكن طبكت فوق الخمسة وثلاثين ساعة ربعين ساعة ما نمت خلاص اقول لكم يعني ان ما اقدر افتح عيني بس من التعب حطيت راسي كذا نمت لي ساعة ساعتين اول ما صحيت على طول صليت خلص كذا خدت لي يعني غفو كذا صحيت اول ما صحيت على طول اطلع جوال واتصل اذكر في ذاك اليوم على الفجرية كذا خسرت يمكن مكالمات فوق الخمسمية ريال مكالمات على السعودية لانا الحين ابو شي سوي انا دق عليه كان عندي شوي يعني فوق المية ريال شاحن ادق عليه ياخذ مننا فلوس على يام الفيح داعش يصرف صرف ادق عليه قل لا بالله يبقى تكفى شحان لي وكذا انا ما عندي رصيد ما بقالي شي من هالكلام خلق جاهز بس وكذا عرفتم فصروا يرسلوا لي يرسلوا لي يعني بالميات الحين انا اشحن اكلمهم اقول لهم ترى السالفة السالفة كذا 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 حطوني في في البيت الغلط وانا متوهق هنا والعجوز هذي تصرق علي وذلتني ذل وما انا بيعرف شى سوي ومقطوع من الدنيا وما عندي احد وما ادري حتى كيف اروح المعهد حقي ما دل طريقة ما ادلوني ولا علموني ولا شي وهي مش مستعدة صنة توصلني فجلست انا الحين اكلمهم وبيقل لي خلاص وعليك هذي وكذا منها كلام والوالدة بعد الله يحفظها فجلسهم يكلموني المكتب المكتب اللي في السعودية كان مسوي لي فيها انه يعني انه بضبط الامور سحب على جد يسفون ولا فكر فيني بعد واقعد من هنا ومن هنا اكلم من الزبدة اخر شي قالوا لي قالوا لي لخلك احنا تصبر انت لاني يفتح المعهد شوف حاولنا تروح المعهد تكلمهم تشوف احد عربي ولا ذات تفهم معه يجي تفهم مع العجوز اللي عندك او يتفهم مع العجوز اللي عندك او انك تتكلم واحد من قريبنا اللي كان ساكن في فيكتوريا يعني فيكتوريا تبعد من من فينكوفر في الباخرة تقريبا ساعتين ونصف وذا ساعات ما اذكر والله شي زي كذا قلت انا خلاص وكان عندي رقمة وادق عليه من الصبح رد علي كذا كلمني جلسي هديني قل لي ما عليك الامور تضبط وان شاء الله تستهل خلني اكلمه وكذا كلمها جلسي تفهم معها وهي زي اللي مش راضي تقول لا هذا مكانه وهذا السكن حقه ما رح يطلع وهو يقول لها قل لها يعني ان السكن هذا غلط ولمفروض ان يودون السكن حقه ومن هالكلام قالت انا ما لي صراحة يعني ان المكتب اللي جابه المكتب اللي جابه هنا والمعهد اللي جابه هنا فخلاص لازم يندفع الفلوس انا من هالكلام يعني مريت في ظروف صعبة صعبة ما نبعارش السالفة نوم رجعت انام قلت خلاص يا بوي خلها تتيسر ان شاء الله ليني فتح المعهد وكاني جازة بعد اذكرها كم يوم قلت خلها تسهل ان شاء الله ليني فتح المعهد بعدين نروح المعهد ونشوف شه السالفة خذ اللي غفوة كذا وصحيت اللي تنجيني هي تتصره كذا عرف رحت لها لقيت لي تعال تعال تقعد الدق على باب انا فكرت انها بس انا وهي الحانة في البيت المستوحش انا انا وعجيز حانة في البيت شه السالف شه اللي مجيبني انا هنا للدق الباب اللي فتح الباب ولد من عمري كان يعني اصغر مني بسنة سنتين كذا ولد برزيلي طلعتها كذا قلت وان طلع ذا مع الازعاج اللي صار رمس الدنيا هذي ما سمعنا اللي طلع الولد محت في الامس وقتها يعني كان بره البيت وجاء كذا يبغى مسكين والله النجاس يحاول يساعدني وحاول يتفاهم معي صرنا شه نسوي يدخل على اللابتوب يترجم لي بالعربي يترجم لي من الانجليزي ومن البرتغالي الى العربي وانا ترجمي من العربي البرتغالي وهذا حدث نصرنا نسولف كذا يعلمني طي يقول لي انت اشتبغل الحين وين تبغى تروح اشتبغاني يعني ساعدك في منها الكلام قلت لان اول شيء اهم شيء الحين روح اطلعلي شريحة وضبط اموري وابغى انترنت بس ما فهم علي يوم قلت لانترنت يعني قلت لكذا وكان يعني من الدول يسمونهم exchange students يجون شهر شهرين يدرسون يخذلهم شهادة عادية كذا بعدين يرجعون بلدهم ف قال لي خلاص يلا جهز امورك الحين وجي فلوسك كذا اللي شريحة طلعت الشريحة الغلط بس الحمد لله مشيت اموري فيها شريحة يعني هم شيء اقدر اكلم فيها داخل كندا وكذا هذا بنجي بعد على موضوع الشرائح وكذا القروشة هنا في كندا كل شيء قروشة يعني من محافظة لمحافظة كل شيء يختلف طيب صرت حين انا اروح واجي معها فجأة حنا حين في القطار كذا في محطة القطار اللي قبلنا شلة برازيليين شلة برازيليين معهم واحد سعودي انا ما كنت ادري انه سعودي يطالعني كذا وطالعني بنظرات السحقار ويضحك يكلم اخيانا البرازيليين كذا ويضحك قال لواحدة برازيلية كانت معه قالت زي اللي زي اللي دقته كذا قالت لا يعني يعني زي ما تقول كنها تقول لعيبة وشي زي كذا قال كلمة يعني لان البرازيلي كان يكلمهم يقول لهم ترى الولد ما يعرف ما يعرف انجليزي ومسكين وكلام وذا شوال السعودي كذا طالعني بنظر استحقار قال لي سعودي يان مابغي يقول من وينه فس فهمت قلت لا اي هلو والله شخبارك كلام كذا قال لي ما تعرف انجليزي قلت لا لا والله ماعرف انجليزي استوني جديد قال لي شمجيبك اجا اذا ما تعرف انجليزي تجاي اتعلم قال لي الله يعينك تتوهق ترى حياة صعبة يحطم فيني الحين البرزلين ذول اللي ماعرف هم واللي من ديرتي كان يرفعون لي ويحاولون يساعدوني من الكلام والدير اول واحد يقابل في كندا يجي يحطم فيني وانا خلاص ضاعت علومي الحين بدأ يخوفني يقول لي الله يعينك ترى الحياة صعبة هنا ما رح تتعلم بسرعة من الكلام لازم ان يكون عندك قلت يلا الحمد الله عليك الحال من الكلام وزي يبزع مني ينصح النبس ما كان ينصح كان يخوف يجلس يخوف فيني بس يقول لي لا تروح للمكان لا تروح كذا خلك في البيت ذاكر بس ورجع البيت كذا وكذا قلت انا من داخل يقول شفيه وشيابي الحين انا ترى جايي ادرس يعني جايي ماني جايي ألعب السهبل هنا فانا كنت على نياتي بدايتها ما ادري شى السال وما ادري شى يقصد وكانت في حفلة عندهم بالليل والبرازيلي كان يقول لي تعال معنا الحفلة بيعرفك على صحابي على الدنيا وهو ذاستعيدي كان بيروح الحفلة وما كان يبيني يروح وانا ما ادري اصلا ان في حفلة ومن الدنيا هذه ما فهمت على البرازيلي فانا جلست في البيت اصلا فقال لي الحفلة لازم تلبس تشيرت ابيض واذا تبغى دعنا نروح نشتري لك تشيرت ابيض عشان تروح لحفلة معنا ما ادري اش كان يقول انا بس انا كنت سأول قل له لا فس لا لا يعني ما عارف الله ينس نوم من القلام ذا اللي قل لي خلاص يعني رجعت البيت وهذه حالتي الحين صرت كم يوم كذا اروح يعني اطلع عند الباب كذا طالع اللي رايح والجاي وارجع وصرت شا سوي اغسي ملابسي من نفسي على يدي ما احب احد يلمس ملابسي كل ما اغسي ملابسي وانشفهم وداء وحطهم الا تجي العجيز كذا وانا نام في الغرفة تجي كذا تفتح علي الباب تدخل تصحيري هي وملابسك الواسخة اطلع كذا اقول لها يعني اقول لها اردت لني ما عندي ما عندي لا لا تجي تطالع ملابس واصخة ونظيفة اي شي تشوف فسلة يعني تاخذ وتشيل معها اقول لها خلي تقول لي لا ما في تروح تغسلهم يا ابني شواضع هذا انا من احب اكره شخص غريب يلمس ملابسي ف كرهتني في عيشتي هناك في اول ايام تخيل اول يوم في كندا تقابل واحدة زي كذا فانتبهوا يعني اذا بتروحون شوفوا منو تروحون له وحاولوا يعني تتواصلون مع احد خلي اذا في عندكم احد هناك تواصلوا معه ورتبوا معه حتى لو يكون مكتب ولا اي احد يعني تعرف من بعيد شخص يعني ثقه مش اي احد تعطيه فلوسك انتبه ترى يا كثر من قرصنا من هذه الحركة يعني خوي فجأة لا ينكبك في فلوس تعطي فلوس اللي تروح له كذا يقول لك بعدين بعدين باخر بعدين تكلم يقول لك ملك شي عندي صارت لي هذه الحركة اكثر من مرة انا واخويائي ومن جماعاتنا يعني من ديراتنا يعني السعودية فالحمد الله على كل حال طيب الحين وصلنا تغريبة 18 دقيقة خلنا وقف هنا وانشاء الله نكمل لكم الجزء الثالث بعدين في يوم ثاني اذا عجبتكم بالفظر سووا لي اشتراك ولا تنسو تعطوني لايكات تكتبوا لي تحت في الكمنتات اذا عجبتكم من الحلقة ولا لا وكان معكم بسام عيد السلام عليكم ورحمة الله